الآن إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومتابعة كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الهواء مباشرة الآن شخص واحد لأكون صريحا فلأتحدث بصريح العبارة عضو دائم في مجلس أمن الأمم المتحدة اجتاح جاره وحاول أن يمحو هذه الدولة ذات السيادة من على الخريطة انتهكت روسيا المبادئ الأساسية لمثاق الأمم المتحدة بكل خزي واليوم ممنوع وهي انتهكت المنع دولة عضو من الاستيلاء على أراضي دولة أخرى بالقوة واليوم الرئيس بوتين هدد أوروبا نوويا في انتهاك فاضح لمسؤوليات نظام عدم الانتشار والآن تدعو روسيا إلى تعبئة جزئية واندمام الجنود إلى الكفاح وينظم الكراملين استفتاءات مزيفة في انتهاك فاضح لمثاق الأمم المتحدة هذه الاعتداء على العالم أن يرى هذه الأعفعال كما هي يدعي بوتين عنه يتحرك لأن روسيا مهددة ولكن لم يهدد أحد روسيا ولا أحد غير روسيا سعى إلى هذا النزاع بالفعل لقد حذرنا مما كان سيأتي ومع كثير منكم حاولنا أن نتقي من ذلك كلمات بوتين توضح الأمر قبل أن يغزو أوكرانيا قال أوكرانيا أنشأتها روسيا ولم تكن دولة فعلية والآن نرى اعتداءات على المدارس ومحطة القطار والمستشفيات وعلى مراكز الثقافة والتاريخ الأوكراني في الماضي رأينا أدلة على فضائع وجرائم حرب ارتكبتها روسيا مقابر جماعية جثث بحسب من انتشل هذه الجثث تثبت أنه تم تعذيبها هذه الحرب تتعلق بإنهاء حق أوكرانيا بالوجود كدولة بكل بساطة وحق أوكرانيا بالوجود كشعب أينما كنتم أينما كنتم تعيجون مهما كنتم تؤمنون هذا حق لكم لهذا السبب 141 دولة في الأمم المتحدة اجتماعات لتدين بكل صراحة حرب روسيا على أوكرانيا الولايات المتحدة وفرت أيضا المساعدة الأمنية والمساعدة الإنسانية بمستويات غير مسبوقة ودعم اقتصادي مباشر إلى أوكرانيا أكثر من 25 مليار دولار اليوم حلفاءنا وشركاءنا في العالم قاموا بذلك أيضا واليوم أكثر من 40 دولة ممثلة هنا ساهمت بمليارات من أموالها ومعداتها لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها وحلفائها لمنع روسيا من الاعتداء على أراضي دول حلف شمال الأطلسي ولمساعدة روسيا على الفضائع وجرائم الحرب لأنه لا يمكن للدول أن تسعى إلى تحقيق مساعيها الإمبريالية بدون مساءلة هذا ما تدافع عنه هذه المنظمة كل انتصار في المعركة اليوم يعزى إلى شجاعة جنود أوكرانيا ولكن في العام المنصرم خضع العالم إلى الاختبار اليوم واخترنا الحرية اخترنا السيادة اخترنا المبادئ التي اعترفت بها كل أعضاء الأمم المتحدة وقفنا مع أوكرانيا مثلكم الولايات المتحدة تريد لهذه الحرب أن تنتهي بشكل عادل بشكل يقبله الجميع ولكن لا يمكن السيطرة على أراضي دولة بالقوة الدولة الوحيدة التي تعرقل هذا الموضوع هي روسيا بالتالي كلنا في هذه الهيئة مستعدون للدفاع عن المبادئ التي تعهدنا بها كأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن نكون واضحين وصارمين وقاصين في إرادتنا اليوم يحق لأوكرانيا الحق نفسه لكل دولة تتمتع بالسيادة سنتحد ونتضامن مع أوكرانيا وسنقف متضامنين في وجه اعتداء روسيا نقطة على السطر لا إذن هناك اليوم تنافس بين الديمقراطية والاستبداد الولايات المتحدة لطالما ساعد إلى عالم يستند على قيم الديمقراطية ولطالما صممنا على الدفاع عن الديمقراطية محليا ودوليا لأنها الأدات الأفضل لمعالجة تحديات زمننا هذا ونعمل مع مجموعة السبعة والدول المماثلة لتحسين الديمقراطيات لشعوبها ولشعوب العالم بأسره ولكن فيما نجتمع اليوم ميثاق الأمم المتحدة وقاعدته المستندة إلى النظام العالمي المستقر يتعرض للاعتداء من قبل كل من يحاول أن يدمره لمصلحته السياسية وميثاق الأمم المتحدة لم توقع عليه ديمقراطيات حول العالم فقط بل تم التفاوض عليه بين المواطنين مواطني عشرات الدول التي لديها تاريخ وإديولوجيات كبيرة وتم الالتزام بالعمل على السلام كما قال الرئيس رومن في عام 45 في ميثاق الأمم المتحدة هو دليل بأن الدول مثل الناس يمكن أن تواجه خلافاتها وتتوصل إلى أرضية مشتركة تعتمد عليها في عملها هذه الأرضية المشتركة كانت واضحة وأساسية واليوم 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعتمدت هذا المبدأ بإرادتها والدفاع عن هذه المبادئ مبادئ الميثاق الأمم المتحدة هي مسؤولية كل دولة مسؤولة في الأمم المتحدة أنا أرفض استخدام القوة والحرب لاجتياح الدول للدفاع في وجه السياسة والدفاع عن حق الدول ذات السيادة الصغيرة في وجه الدول الكبيرة لاعتماد المبادئ الأساسية مثل حرية الملاحة واحترام القانون الدولي والسيطرة على الأسلحة مهما كانت خلافاتنا هذه أرضية مشتركة يجب أن نقف جميعا عليها وإن كنتم ملتزمين بقاعدة قوية لأمم المتحدة حول العالم تودوا الولايات المتحدة أن تعمل معكم أنا أؤمن أيضا أن الأنوان قد آن لتصبح هذه المنظمة جامعة أكثر لتستجيب بشكل أفضل إلى احتياجات عالمنا اليوم أعضاء مجلس الأمن ممن فيهم الولايات المتحدة يجب أن يعززوا ويدافعوا عن ميثاق الأمم المتحدة ويمتنعوا عن استخدام حق النقد إلا في الحالات الاستثنائية لضمان مصداقية المجلس وفعليته ولهذا السبب تدعم الولايات المتحدة رفع عدد الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن وهذا يشمل مقاعد دائمة للدول التي لطالما دعمنا عضوياتها الدائمة مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الضحر الكريبي الولايات المتحدة ملتزمة بهذا العمل المهم في كل منطقة سعينا إلى طرق جديدة وبناء للعمل مع الشركاء لتعزيز المصالح المشتركة من التوقيع على اتفاقية حماية المهاجرين والاندمام إلى الاجتماع التاريخي بين تسعة قائدين عرب للعمل على مشاكل الشرق الأوسط كما قلت في العام المنصرم الولايات المتحدة منفتح اليوم وسعي بدبلوماسيتها لمعالجة التحديات التي تؤثر بحياة الجميع وأنا أعني هنا الجميع معالجة التغيير المناخي كما قال المتحدثون سابقاً أساسي وتعزيز أمن الصحي العالمي وأطعام الناس تأمين الغذاء للناس هذه أولوية ونحن سننفي بهذا الوعد منذ يوم استلامي لمهامي نفذنا خطة المناخ وأعنا الاندمام إلى اتفاق باريس وسعينا إلى تواصل إلى اتفاقات تاريخية في غلاسكو في مؤتمر الأطراف 26 ونحن سعينا إلى الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية واليوم وقعت على ورقة تاريخية في الولايات المتحدة تشمل أهم وأكبر التزام مناخي قمنا به في تاريخ دولتنا 369 مليار دولار من أجل تغيير المناخي هذا يشمل عشرات مليارات الاستثمارات الجديدة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخفض عدد المركبات التي تبثوا غازات الدفيئة ودعم الصناعة النظيفة هذا القانون الجديد يحد من انبعاثات الولايات المتحدة بحلول 2030 بواحد جيجا تون إذن واستثماراتنا ستسعى أيضا إلى تعزيز الطاقة النظيفة في كل العالم وليس فقط في الولايات المتحدة هذا أساسي في العالم وسيغير وجه العالم كلنا نعرف أننا نعيش في أزمة مناخية ولا أحد يشك في ذلك بعد هذا العام نجتمع في حين تغرق باكستان اليوم وتحتاج إلى المساعدة في حين أن القرن الأفريقي يعاني من جفاف غير مسبوك تواجه الأسر أو تضطر الأسر إلى الاختيار بين أي طفل تطعمه وما إذا كانوا سيبقون على قيد الحياة هذه تكلفة التغير المناخي الإنسانية وهي في ارتفاع اليوم إذن كما أعلنت في العام المنصر بتنفيذ مسؤولياتنا العالمية إدارتي تعمل اليوم على تقديم أكثر من 11 مليار دولار لتمويل المناخ عالميا لمساعدة الدول على تنفيذ أهداف المناخ وضمان انتقال عادل في الطاقة الجزء الأساسي في هذا الموضوع في خطتنا هي أنها ستساعد نصف مليار شخص في السيما في البلدان النامية على تكيف مع التغير المناخي وبناء صمودهم هذه الحاجة كبيرة ومهولة بالتالي فلتكن هذه اللحظة التي نجد فيها في أنفسنا الإرادة لتراجع عن هذا الدمار المناخي ولدمان الانتقال إلى الاقتصاد النظيف للحفاظ على كوكبنا بالنسبة إلى الصحة العالمية قدمنا أكثر من 620 مليار لقاح لكوفيد-19 لدول حول العالم وهناك لقاحات كثيرة لا تزال موجودة للوفاء بهذه الالتزامات نقدم هذه المساعدات بدون شروط ونعمل مع دول مجموعة العشرين ونحن نساعد في قيادة هذا التغيير لإنشاء صندوق جديد للاستجابة مع البنك الدولي في الوقت نفسه نواصل تعزيز عملنا لمكافحة تحديات الصحية العالمية في وقت لاحق اليوم سأستضيف مؤتمراً لصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والمالاريا بدعم من الكونغرس تعهدت بمساهمات 6 مليار دولار لهذا الجهد بالتالي أتطلع إلى الترحيب بالتزاماتكم في هذا المؤتمر كأحد أكبر مؤتمرات جمع الأموال للصحة في العالم ونحن نواجه أيضاً أزمة الأغذية مباشرة 193 مليون شخص من حول العالم يعانون من سوء التغذية الحاد وهو ارتفاع بحوالي 40 مليون في العام واليوم سأعلن عن 2.9 مليون دولار من الدعم الأمريكي للمساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح والمساعدة الغذائية طوال هذا العام في هذا الوقت تدخ روسيا أكاذيبها وتحاول أن تلقي بالوم هذه الأزمة أزمة الأغذية على العقوبات المفروضة من قبل عدد من الدول عليها على اعتدائها على أوكرانيا دعوني أكون واضحاً هنا عقوباتنا تسمح بصراحة بشكل صريح تسمح لروسيا بأن تصدر الأسمدة والأغذية ليس هناك قيود على ذلك فحرب روسيا هي التي فاقمت إنعدام الأمن الغذائي وروسيا وحدها يمكن أن تنهي ذلك وأنا ممنون هنا لعمل الأمم المتحدة بما في ذلك قيادتكم السيد الأمين العام على إنشاء آلية لتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا وروسيا لأشهر ويجب أن نحرص على تمديد وتعزيز هذه الآلية نؤمن إيماناً راسخاً بضرورة إتعام العالم لهذا الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في برنامج الأغذية العالمي مع أكثر من 40% من ميزانيته نحن نقود هذا الدعم ودعم جهود اليونساف لإتعام الأطفال حول العالم ولمعالجة هذا الموضوع أطلقنا خطة عمل للتخلص من إنعدام الأمن الغذائي في العالم لأكثر من 100 دولة عضو ندعمها أصلاً في يونيو أعلنت مجموعة السبعة عن أكثر من 4.5 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي حول العالم وذلك تماشياً مع برنامج ومبادرة تأمين الغذاء في المستقبل ومكافحة الجفاف وأعطاء البذور للمزارعين ونحن سنوزع الأسمد أيضاً ليتمكن المزارعون من زراعة أكثر ونحن ندعو كل الدول إلى الامتناع عن حظر تصدير الأغذية أو تجميع الحبوب لأن دول كثيرة تعاني فمهما كان ما يقصمنا لا يمكن اليوم للأهالي أن يطعموا أطفالهم ولا شيء في العالم يهم أكثر من ذلك يجب أن نتمكن من إطعام الأطفال فيما نصب إلى المستقبل سنسعى مع شركائنا لتحديثي وفردي قواعد جديدة للتحديات الجديدة التي ستواجهنا في القرن الثالث والعشرين لقد أطلقنا مجلس التكنولوجيا القطارات مع الاتحاد الأوروبي لنتمكن أو للحرص على أن تكون التكنولوجيات الأساسية متوفرة بطريقة تفيد الجميع مع شركائنا في الأمم المتحدة ندعم ونعزز قواعد المسؤولية وسلوك الدول المسؤول في المجال السيبراني ونعمل على مساءلة من يستخدم الاعتداء السيبراني لتهديد السلم والأمن الدوليين مع شركائنا في الأمريكيتين وفي أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والهادئ نعمل على بناء نظام اقتصادي جديد تكون فيه كل دولة قادرة على الحصول على فرص عادلة للنمو الاقتصادي والصمود ولذلك تعمل الولايات المتحدة على مبادرات الحد الأدنى العالمي للضرائب حتى نتأكد من أن يدفع كل المواطنون في كل مكان ضرائبهم هذه هي الفكرة وراء الإطار الهادئ الذي أطلقناه هذا العام للاقتصادات في منطقة البحر الهادئ ونعمل مع الشركاء في آسيان والهادئ لدعم رؤيتنا لهذه المنطقة حرة ومفتوحة وصامدة مع الشركاء حول العالم نعمل على ضمان سلاسل إمداد صامدة وقوية تحمي الجميع من السيطرة والهيمنة ونحرص على لا تتمكن أي دولة من استخدام الأسلحة وفيما تهدد حرب روسيا الاقتصاد ندعو أيضا الدائنين في العالم على التفاوض على مسامحة بشكل شفاف عن هذه الديون لإعادة أو لمكافحة الأزمات الاقتصادية حول العالم ولكل مشروع بنا تحتية فيه ديون دعونا نعالج هذه المشاكل باستثمارات شفافة ومشاريع عالية القيمة تدعم العاملين وهي أساسية لاحتياجات المجتمعات التي تخدمها وليس للمانحين لهذا السبب الولايات المتحدة مع شركائها في مجموعة السبعة أطلقت شراكة للاستثمار في البناء التحتية عالميا وسنحشد معا 600 مليار دولار من الاستثمارات من خلال هذه الشراكة بحلول 2027 عشرات المشاريع جارية حاليا مثل تصنيع اللقاحات في السنغال ومشاريع التحول للطقاء الشمسية في أنغولا ومحطة طاقة نووية صغيرة في رومانيا هذه تفيد مصالح هذه الدول وكل الدول وسنعمل مع كل الدول بمن فيها منافستنا لحل المشاكل مثل التغير المناخي الدبلوماسية المناخية ليست خدمة للولايات المتحدة أو لأي دولة أخرى والابتعاد عن هذا الموضوع سيضر بكل العالم سأتحدث عن التنافس المباشر بين الولايات المتحدة والصين الولايات المتحدة ستتصرف كقائد مسؤول إقليمي نحن لا نسعى إلى النزاعات وإلى حرب باردة ولا نطلب لأي دولة أن تختار بين الولايات المتحدة وأي شريك آخر لكن الولايات المتحدة ستعزز رؤية عالم مفتوح مزدهر وحر نقدمه للناس حول العالم والاستثمارات المصممة ليس لتعزيز الاعتماد بل لمساعدة الدول على أن تعتمد على بعضها البعض ومن خلال الشراكة ليس لفرض التزامات سياسية بل لأننا نعرف لأن كل نجاح سيتعزز عندما تنجح دولة أخرى أيضا عندما تصنح الفرصة للأفراد لأن يعيشوا بكرامة لأن يطوروا مهاراتهم يستفيدوا الجميع والأساسي هنا هو أن نرقى إلى مستوى قيم هذه المنظمة السلم والأمن للجميع في كل مكان وسوف تواصل الولايات المتحدة مكافحتها لتهديد الإرهابي حول العالم وسوف نقود بدبلوماسيتنا لتسوية النزاعات بشكل سلمي وسنسعى إلى بناء السلم والأمن في مضيق تايوان ونحن سعينا إلى الوقاية من النزاع على مر أربعين عاما وسوف نواصل العمل على هذا الموضوع ونحن ندعم اتحادا إفريقيا يقود عملية سلام في إثيوبيا ويعيد الأمن لكل شعبها في فنزولا أدت سنوات القمع السياسي إلى تشريد ستة مليون شخص ونحن ندعم الحوار والعودة إلى انتخابات حرة وسنتضامن مع جيراننا في هيئة فيما يعانون من أزمة إنسانية كبيرة وندعو العالم إلى حذوي حذونا لدينا الكثير من الجهود لنقوم به وسوف نواصل دعم الهدنة التي تتوسط لها الأمم المتحدة في اليمن بما يضمن السلام القيم لمن عانى من سنوات من الحرب وسوف نواصل مناصرة سلام متفاوض عليه ودائم بين دولة إسرائيل اليهودية والشعب الفلسطيني ونحن ملتزمون بالأمن نقطة على السطر والحل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لضمان الازدهار في المستقبل ولأعطاء الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها على الطرفين أن يحترم حقوق مواطنيهم والشعبان يجب أن يتمتع بالحرية الكاملة والكرامة أحث أيضاً كل دولة على تعزيز نظام عدم الانتشار النووي من خلال الدبلوماسية مهما كان يحصل في العالم الولايات المتحدة مستعدة لضمان تدابير للسيطرة على الأسلحة النووية لا يمكن للحرب النووية أن تؤديها إلى أي فوز ولا يجوز خوضها أبداً الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن أعادوا التأكيد على هذا الاتزام في يناير ولكن اليوم نرى توجهات مقلقة لقد تكبرت روسيا على مبادئ عدم الانتشار في مؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم الانتشار وهي اليوم قامت بتهديد باستخدام الأسلحة النووية وقامت الصين ببناء جهودها بدون أي شفافية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا تزال تنتهك بشكل فاضح أوقوبات الأمم المتحدة وفي حين الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الخطة الشاملة لن نسمح لإيران بالحصول على الأسلحة النووية وهذا واضح برأيي ديبلوماسي هي أفضل طريقة لتحقيق هذه النتيجة نظام عدم الانتشار هو من أهم نجاحات هذه المنظمة لا يمكننا أن نسمح للعالم بأن يتراجع إلى الوراء اليوم ولا يمكننا أن نغض النظر عن تردي ودى حقوق الإنسان وأهم إنجازات هذه المنظمة هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو الطريقة التي سعينا فيها إلى قياس إنجازاتنا في عام 1948 وضح أسلافنا أن حقوق الإنسان هي قاعدة كل ما نصب إلى تحقيقه مع ذلك اليوم في عام 2022 الحريات الأساسية معرضة للخطر في كل مكان في العالم بدءا من الانتهاكات في سنجان وتقارير الأمم المتحدة الأخيرة التي تفصل هذا الموضوع وصولا إلى تهديد العاملين على الديمقراطية أيضا من قبل النظام العسكري في برما وقمع النساء والفتيات من قبل طالبان في أفغانستان واليوم نحن نتضامن مع المواطنين الشجعان والمواطنات الإيرانيات اللواتي يكافحنا اليوم لضمان حقوقهن لكن إليكم ما أعرفه المستقبل ستفوز به الدول التي ستستفيد بالكامل من قدرات شعوبها عندما تتمكن المرأة والفتاة من ممارسة حقوقها بما في ذلك حقوقها الإنجابية والمساهمة في اقتصادات أقوى ومجتمعات صامدة أكثر عندما تتمكن الأقليات العرقية والدنيا من عيش حياتها بدون أي استفزاز عندما يتمكن مجتمع الميم من العيش بحرية بحرية من أن يحبوا بحرية بدون أي اعتداء من الآخرين الولايات المتحدة ستعزز دائما حقوق الإنسان والقيم التي كرسها مثاق الأمم المتحدة في دولتنا وحول العالم في الختام هذه المنظمة على أساس مبادئ مثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي في الأساس بارقة أمل للناس هي بارقة أمل للناس فكروا في الرؤية التي قام في فكروا في هؤلاء الأفراد الذين بنوا وفكروا في هذا المثاق فكروا في الانقصام الذي عاشوه في الماضي على رماد الحرب العالمية الثانية وفضائع المحرقة كان لهم الحق أن لا ينظر إلى الإنسانية بشكل جيد ولكنهم سعوا إلى بناء عالم أفضل السلام الدائم والحقوق المتساوية لكل أفراد الأسرة العالمية والتعاون لتعزيز حقوق الناس أيها القادة التحديات التي تواجهنا اليوم كبيرة للغاية ولكن قدرتنا أكبر منها والتزامنا يجب أن يكون بعد أكبر من ذلك فلنتحد فلنقف معا لنعلن مجددا عن إرادتنا الصلبة بأن أمم العالم لا تزال متحدة وأنها تدافع عن قيم ميطاق الأمم المتحدة وأنها لا تزال تؤمن وأنه بالعمل معا يمكن أن تكافح الخوف وأن تبني عالما أفضل وأكثر عدالة للأطفال لسنا مجرد شاهدين على التاريخ نحن من يكتب التاريخ يمكننا أن نقوم بذلك وعلينا أن نقوم بذلك لأنفسنا ولمستقبلنا ولمستقبل البشرية شكرا على حسن الإصغاء أقدروا ذلك فليبارككم الله جميعا بسم الجماعيات